كل يوم من واحد أبريل الكل يحب يمزح ويعطينا كذبة أبريل في شركات الألعاب عادة يحبون يشاركونا بأكاذيبهم فاليوم في هذا الفيديو جمعنا كل أكاذيب الشركات حطيناها في فيديو واحد وأولاً بنتكلم عن فانتاسي باتل ريال فريق تطوير بوب جي حب يقدم فكرة باتل ريال لكن مع شخصيات يكون عندها قدرات شخصيات عائشة في العسور الوسطى وهذه الكذبة هي الآن طور متوفر لمدة 7 أيام ويمدي اللاعب يختار من بين أربع شخصيات بقدرات مختلفة عندك البربيرين اللي بس يضرب بمدى قريب وكلما ضرب أكثر زادت سرعته ودمه طويل الدرينجر دمه قصير لكن يضرب من بعيد بسلاعها الكروسبور والساحل اللي ضربته هي الأقوى يقدر ينزل نيزك من السماء ودمه الأكثر من بين الشخصيات وأخيراً البالدن اللي يقدر يعالج أعضاء فريقه لما يضربهم ولا يرمي قنابل علاج ولما تضرب اللاعبين المنافسين رح تبطأ حركتهم سلسلة ألعاب الأربيجي المشهورة تيلز فريقها استضرف وعطانا عرض للعبة قتال لسلسلة تيلز في هذا العرض جمعوا حوالي 150 شخصية من عالم تيلز وخلهم يضربون واحد ضد واحد العرض كان جميل وودك أنهم يشتغلوا عليها كلعبة حقيقية لأنك بتشوف فيها الضربات المشهورة حق كل الشخصيات لعبة زومبي آرمي لزلها أربع أجزاء وفريق تطويرها حب يمزح ويعلن لنا بأن ثلاثية سلسلة زومبي آرمي بدأوا بتطويرها على جهاز الجيم بوي ووجوه الزومبي خلقه تجيب المغص في اللعبة كيف تطلع وجوههم على جهاز الجيم بوي فريق بلاتنم جيمز كان عندهم مشروع اسمه بلاتنم فور والفكرة فيه بأنه من بين فترة والثانية يسوون إعلانات عن ألعاب جديدة الإعلان الأخير كان إعلان للعبة لكن مبحققية وهي جزء من كذبة أبريل واللعبة هي لعبة 2D شوتر تتحكم فيها بسفينة فضائية واسم هذه اللعبة اللي ما راح نشوفها سول كريستا الفريق اللي يشتغل على ألعاب أوشن هورن اللي اشتهرت على الجوالات ومعروف أنها تشبه ألعاب للجنة في زلدة قرر الفريق هنه ينكت ويقولوا أنهم جلسين يشتغلون على لعبة VR لهذه السلسلة على أفشل جهاز VR عرفها التاريخ وهو الفيرتشول بوي اللي بس كان يستعرض لك لون واحد بشكل مزعج وهو الأحمر السيديو أريكا الياباني اللي كذبة أبريل جالس يستعرض لنا فيديو جديد للعبة قتال اسمها Prayer to the Death المشكلة آخر مرة الفريق هذا سوى كذبة أبريل طلعت لعبة صد جالسين يشتغلون عليها ونزلت في السوق واسمها Fighting Layer EX مطورين لعبة سوبر هات نزلوا نسخة مبسطة من لعبتهم على محرك Pico 8 اللعبة مثلها مثل لعبة سوبر هات تماما لكنها برسوم 8 bit ويمديكم تجربونها تحت بالرابط إذا عجبتكم اشتروا لعبة سوبر هات الأصلية لأنها أعمق وأمتع بمراحل لعبة أفرواتش عاودتنا في كل شهر أبريل تعطينا مفاجأة ضريفة وهذه السنة عطت كل الشخصيات وأغلب الوجيه عيون مرة كبيرة وتشوف هذه العيون على الشخصيات وحتى التنين حق هانزو له عيون كبار شركة يوبوسوف معلمتهم فورانر اللي دائما أبدا يطورونها وينزلون لها التحديثات ما سلمت من هذا الشهر والفريق حط تغيير يضحك على كل الشخصيات اللي تلعب فيهم وخلى حجبهم مرة صغير بشكل مرة غريب اللي يضحك في الموضوع لما تشوفهم يسول حركات دموية عن الشخصيات عملاقة طبعا ما تمركز بتبريل بدون ما تشارك نمو جانك بشيء جديد في لعبتهم لما تشغل ماينكرافت اختر خيار سنابشوت 20W14 Infinity وهذا رح يخليك تدخل في أبعاد مختلفة فيها شيئا جميلة وآخر كذبة تبريل عندنا اليوم اللي كان ودي تكون صدق هي أن الشركة النشر والتطوير FDG Entertainment اللي عطتنا لعبة مونستر بوي الرهيبة أعلن في حسابها الرسمي عن أعمالها لريميك اللعبة المنصات والأكشن كواكشفت التابعة لسلسلة ديزني مشهورة DuckTales ونشرت صور لهذه اللعبة طبعا الكل تحمس لكن طلعت الشركة وضحت بأنه كانوا يكلمون ديزني أول بخصوص هذا الموضوع ورفضوا شغله وهذه كانت مجموعة تكاذيب إبريل لسنة 2020 شاركونا بالتهليقات أيهم عجبكم أكثر كان معكم نوف النغموش أرطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة